ادى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى القوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظ الله صلاة الجنازة وحضر مراسم دفع ضابط وفرد من قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين الذين استشهدوا خلال تأديتهما للواجب الوطني المقدس للدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل كما قدم سموه واجب العزاء لأهل وذوية الشهداء ونوها صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء بتضحيات شهداء الوطن البواسل الذين رسخوا أسمى قيم الشجاعة والعطاء وصطروا أروع معاني البطولة والولاء الصادق أثناء تأديتهم واجبهم الوطني المشرف نصرة للحق وأعلاء لراية العدل معربا عن اعتزازه بالتضحيات المشرفة التي قدمها شهداء الواجب المخلصين بكل بسالة سائلا الله عز وجل أن يرحمهم بواسع رحمته وأن يدخلهم في سيح جناته مع الشهداء والصديقين وأن يلهم دويهم جميل الصبر وحسن العزاء متمنيا للمصابين الشفاء العاجل كما أدى صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القيد العام لقوة دفاع البحرين والفريق ركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي والعقيد ركن سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد قوة الحرس الملكية الخاصة وسعدت الفريق ركن عبدالله بن حسن نعيمي وزير شؤون الدفاع صلاة الجنازة وحضروا مراسم الدفن لضابط وفرد من قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين الذين استشهد خلال تأديتهما للواجب الوطني المقدس للدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل كما قدموا واجب العزاء لأهل وذوي الشهداء الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر من جانبه عربة صاحب المعالية المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين عن خالص التعازي والمواساة إلى عائلتي شهدي الواجب بلديني السشداء خلال تأديتهم للواجب الوطني المقدس للدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة ودورهم الوطنية المخلصة ودورهم الأخوية الكبير في الوقوف إلى جانب الأشقاء في الدفاع عن الحق وما يتحلون به من روح معنوية عالية واحترافية وانضباط لأداء رسالتهم السامية من جهة عربة الفريق الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي عن أصدق تعازيه ومواساته لأهالي وأدوي شهدي الواجب لديني السش داخل لتأديتهم للواجب الوطني المقدس للدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل مؤكدا سموه أن رجال قوة دفاع البحرين البواسل يقدمون دائما المثال الحي للتضحية في سبيل أداء واجبهم المقدس وهم مصدر للاعتزاز والفخر الدائم دعينا المولى جلت قدرته أن يتغمد شهدي الواجب بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته ويلهم ذويهما الصبر والسلوان وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين من جانبها عرباء العقيد ركن سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد قوة الحرس الملكية الخاصة عن خالص التعاز والمواسع إلى عائلتي شهدي الواجب الذين سشهد خلال تأديتهما للواجب الوطني المقدس للدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية ضمن قوات التحالف العربي بقيادة القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل مؤكدا سموه أن تضحيات شهداء الوطن سوف تبقى محل إجلال وإكبار بعدما جادوا بأرواحهم الزكية الطاهرة في سبيل وطنهم في ميادين البطولة والفداء أثناء آدائهم واجبهم السامي المشرف لتظل راية الوطن خفاقة شامخة سألان المولى العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وفسيح جناته ويلهم أهلهم الصبر والسلوان هذا وقد رفق صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وليل عهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وأدى صلاة الجنازة وحضر مراسم الدفان وقدم واجبة العزاء لأهلي وذوي الشهيد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري واسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة الفريق ركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان